عادل على من اتهم الهلال في فترة ماضية بأن البطولة كانت موجهة له شوف إذا نحن نظرنا على الاتهامات هذه ما حنخلص لأنه السنة اللي فاتت الأهلي نفس الشيء الاتهامت طالته واللي قبلها النصر واللي قبلها النصر واللي قبلها الشباب فأمور طبيعية يعني هو تقليل من البطل بالتحقيق إنجازه فقط لكن أنا أعتقد أنه كل الأندية اللي قبل كده استحقت اللقب والهلال السنة هذه بصراحة قدم عمل نموذجي مع إدارة الأمين نواب بن سعد ويستحق على أثره لأنه حول فريقه من الجولة الرابعة من ترتيبه كانت تالت تقريباً أو الرابعة إلى متسيد الدوري وحسم الدوري بفارق نقاط كبير وبحكام أجانب حتى لاحد يقول أنه حكام محليين ولا ذا حكام أجانب طلب كل الحكام ونهى الأمور بيد وهذا الصح يعني